موسيقى رهما القمع المفرط وأحكام الاعدام تقارير تؤكد أن حركة الاحتجاج في رن مصممة على إسقاط النظام موسيقى إحالة 13 قاضيا أقالهم الرئيس التونسي إلى محكمة مكافحة الإرهاب بتهم التآمر على الدولة وتشكيل وفاق إرهابي موسيقى انتفضوا لنعيد سيرتها الأولى ناشطون سوريون يطلقون حملة لإحياء الثورة ضد نظام بشار الأسد موسيقى اهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث نبدأها مما كشفه تقرير لصحيفة وولد ستريت جورنال عن اعتماد النظام الإيراني على ألاف المؤيدين المخلصين للنظام لوقف الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر وعفدت الصحيفة الأمريكية أن ألاف المخلصين الذين تستخدمهم الحكومة الإيرانية يشكلون الحرس الثوري والميليشيات الأخرى الأقل رسمية مؤكدة بأن استطلاعات الرأي التي أجرتها الصحيفة أن واحد من أصل خمسة إيرانيين يدعمون النظام الحالي والذين غالبا ما يكونون من خلفيات متواضعة اقتصاديا ومحافظة اتماعيا وذلك من خلال الامتيازات والوظائف والأسلحة التي يقدمها النظام الإيراني لهم للحفاظ على الوضع الراهن وفقا للصحيفة الأمريكية هذا وأفدت وسائل أعلام أيرلندية باعتقال مواطن أيرلندي فرنسي مزدوج الجنسية خلال احتجاجات إيران وقالت المصادر أن المعتقل هو مستشار سياحي حالته الجسدية والعقلية تدهورت في سجن وكلابات وأنه هو واحد من سبعة مواطنين فرنسيين تم الإعلان عنهم مؤخرا واحتجز في إيران وفقا لوسائل الإعلام وكان الرجل البلغ من العمر 64 عاما قد اعتقل في مطلع أكتوبر ويواجه تهما مختلفة بما في ذلك الدعاية ضد النظام والتقاط صور لقوات الشرطة مصادر أمنية أيرلندية قالت إن المواطن الأيرلندي اهتقل بتهم كاذبة وأن احتجازه كان مجرد رسالة إلى الحكومة الفرنسية هذا واستدعت وزارة الخارجية الأيرلندية سفيرة إيران فيما لم تنجح الجهود الفرنسية والأيرلندية في تأمين إطلاق صراحه وفقا لعائلتها يتسع الدعم الدولي للمحتجين في إيران وتتواصل المواقف والجهود الدولية للتعامل مع مخاطر إعدام المتظاهرين المسجنين في الوقت الذي تتصاعد فيه السياسات القمعية للنظام الإيراني ضد انتفاضة الشعب وفي هذا الإطار قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي قال إن عشرات الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات المبعوث الأمريكي أشار إلى أن الكثير من المتظاهرين السلميين أكدوا تعرضهم للتعذيب بهدف انتزاع الاعترافات مضيفا أن الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني كانت توجه للمحتجين تهما تتعلق بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي في محاكم الثورة التي لا تسمح لهم باختيار محامي أصلا اشتركوا في القناة استدعى وزير الخارجية الإيطالي السفير الإيراني لدى بلادي محمد رضا صبوري للاحتجاج على القمى غير المقبول للتظاهرات التي تقودها النساء في إيران وسبق أن دنى تجاني الوضع في إيران ووصفه بأنه عار غير مقبول أو عار غير مقبول قائلا إن روما تنتهج نهجا صارما في الدفاع عن المرأة نوضح أكثر في هذا الموضوع فقد مر مائة يوم على هذه التظاهرات ووضح أن الشعب ما زال مصر على استمرارها منذ أكثر من مائة يوم لا يزال غضب المحتجين يهز أركان النظام لكن هذا الحراك الشعبي كانت تكلفته باهظة على الإيرانيين حيث قوبل بحملة قمع عنيفة لا نظير لها أودت بحياة أكثر من خمسمائة متظاهر بينهم تسعة وستون طفل ولم تبقى رقعة المظاهرات حبيسة مناطق دون غيرها بل اتسعى نطاقها في شتى محافظات البلد وانخرطت فيها جميع الطبقات والإثنيات والعرقيات وتنوعت أساليب الاحتجاج من التظاهر في الشوارع والمسيرات الليلية إلى تنفيذ إضرابات في قطاعات حساسة إلى حرق صور لرموز النظام أمام هذا الوضع صار عن نظام وهو الآخر إلى تنويع أساليبه بدءا بالقمع في استخدام العنف ثم الاعتقال إلى أصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في غدون هذا الشهر أعدم النظام معتقلين اثنين من المحتجين ما دفع دولا غربية إلى فرض عقوبات جديدة على إيران وعصدر القضاء حتى الآن تسعة أحكام بالإعدام مرتبطة بالاحتجاجات كما يواجه أكثر من ثمانين شخصا اتهامات قد تعرضهم للإعدام بالقياس مع دول أخرى أصبحت إيران البلد الأكثر تطبيقا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وفق تقرير لمنظمة العفو الدولية وأسفر قمع التظاهرات عن اعتقال نحو 14 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة بينهم شخصيات فنية وثقافية ورياضية وتتهم منظمات حقوقية النظام باقتراف جرائم إنسانية بما في ذلك إعدامات خارج نطاق القانون وعمليات خطف الخارج وفرض الإقامة الجبرية على الرعاية الأجانب وبدى واضحا وفق منظمات حقوقية أن المحتجين يسرون على رحيل النظام وهذا الأخير بات يدرك أنه يواجه تهديدا حقيقيا وتحديا جوهريا قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن وطيرة التظاهرات لن تتراجع هذا الكلام أكده أيضا مراقبون لكون مزاج المحتجين في إيران هو مزاج ثوري ولا يمكن إيقافه ترجمة نانسي قنقر وأذكر أيضا بالعواجل التي أوردناها على شاشتنا قبل قليل فأن هناك مراجع دينية هامة من بينها نوري همداني ومكارم شرازي وجوادي آملي توجه انتقادات حد للنظام المرجع الديني الشرازي لرئيس البرلمان يقول له يجب تجنب التطرف غير الضروري أما المرجع الديني الشرازي لرئيس البرلمان يقول له الناس يشتكون مننا لأننا لا نحذر المسؤولين ما المرجع الشرازي أيضا يقول الإعلام الرسمي يتجاهل وجهة نظر المراجع الدينية ومواقفها المرجع الديني همداني لرئيس البرلمان يقول له أيضا لم يعد لدى الناس قدرة شرائية ولا على المسؤولين وعلى المسؤولين حل المشاكل لكن حفيد الخميني يحذر السلطات من مآس الشعب وهجرة العقول ويقول لرئيس البرلمان إذا طمع المسؤولون في الثروة والسلطة فأحوال الناس ستكون سيئة سأناقش كل هذه العواجل بالإضافة أيضا إلى مجريات الأمور من لندن الباحث في الشان الإيراني أستاذ حسن راديو أستاذ حسن أهلا بيك يعني حينما تصدر انتقادات بحجم الشرازي وهمداني وغيرهم إلى أي حد يمكن القول أنها ذات ثقل وتعبر عن جزء كبير من المرجعية في قم ضد النظام السياسي ولماذا خص رئيس البرلمان لماذا لم يوجهوا هذه الانتقادات مباشرة إلى المرشد أو إلى حتى إبراهيم رئيسي تحية طيب الأكساد محمود والمشاهدين قناة الحدث للمؤقرين أعتقد أنه يعني نقد أو اعتراض رجال الدين في إيران على سلوك النظام الإيراني على رئيس البرلمان وغيره هذا مؤشر خطير بأنه النظام بدأ يهتز من الداخل لماذا لأن هذا النظام هو نظام ديني أصلا نظام الرجال الدين يحكمون فيه نظام يستمد دستورة وقوانين وحتى الاتهامات إلى الدين لذلك طالما رجال الدين هم يقومون بالدفاع عن المواطنين وينتقدون سلوك النظام بمعنى سلوك النظام لا يتطابق مع الدين وهناك بدأ الشرخ يعني بدأ أيضا نشاهده ويظهر حتى في المؤسسة الدينية وهذا يعتبر خطير جدا لأنه رأينا الشرخ في المؤسسة السياسية هناك الكثير من المسؤولين السياسيين عوائلهم أبنائهم انشقوا وبدأوا ينتقدون ديكتاتورية النظام أنا اعتقد أنه التوجيه النقل طبعا تم توجيه النقل من قبل عديد من الرجال الدين إلى خامنين إلى سلوك النظام بشكل عام الآن إلى البرلمان ورئيس البرلمان لأنه هو الذي شرع القوانين وهذه القوانين تعتبر هي لا يعني ليس فيها حريات أو بتضيق على الحريات وتضيق على حياة المواطنين لذلك يطالبون البرلمان يعني بالسن قوانين جديدة ولكن الأمر أنا اعتقده هو ليس بيد البرلمان حتى البرلمان إذا سن قوانين لا بد أن نذهب إلى المؤسسات والمجالس التي سيطر عليه الخامنين حتى يصبح ذلك القرار قانونا يعني يمكن أن ينفذ في داخل إيران لكن لماذا لا يمكن أن نعتبر ذلك مقصودا يعني نوري حمداني مكرم شرازي وجوادي أملي أنهما يحاولوا أن يصدروا الأزمة ما بين الشعب وما بين البرلمان ويقدموا خدمة مجانية إلى المرشد باعتباره يعني بعيدا وليس مسؤولا على هذا الأمر يعني أعتقد يعني الوقت فات على مثل هكذا محاولات يعني أنا أعتقد أن المواطنين يعرفون جيدا أين تكمل المشكلة يعرفون جيدا أنه السلطة ليس في البرلمان وليس عند الرئيس الجمهورية بل السلطة الحقيقية هي عند المرشد عند خامنين لذلك كل هذه المحاولات أما للضغط على خامنين أما للضغط على هؤلاء المسؤولين حتى يتحركون لذلك لا بد أن يضغطون على كل المؤسسات الحاول خامنين لأنه لا ننسى أنه توجيه النقد المباشر ضد خامنين يعتبر جريمة في داخل إيران لذلك يعني عقوبتها أكثر ما يتم توجيه النقد أو مهاجمة المسؤولين الآخرين لذلك أنا أعتقد أنه لا يستطيعون خداع المواطنين من خلال يعني وضع المشكلة في مكان ما والمواطنين يعرفون جيدا أنه المشكلة الحقيقية تكمن في النظام وتكمن في خامنين لأن الهدافات أصلا لا تستهدف البرلمان ولا تستهدف رئيس الجمهورية بل تستهدف خامنين مباشرة وتستهدف النظام بأكمله وليس لحكومة أو مسؤول هنا وقلها قبل ثلاثة أيام ربما كنا نناقش أيضا قضية البيان الذي صدر من بعض مراجع الدين في قوم يطالبون بمزيد من القمع والحسم والضرب بيد من حديد على المتظاهرين ويبررون أحكام الإعدام اليوم يخرج لنا نوري همداني مكرم شرازي وغيره ليقولوا بيان مختلف عن الذي قاله المراجع من ثلاثة أربع أيام فاتوا وهنا كيف يمكن أن نرصد هذا الموضوع هل ثمت خلافات ما بين المراجع في التعامل مع التظاهرات وتعامل النظام مع التظاهرات أم هي توزيع وتبديل أدوار بشكل أو بآخر أعتقد هناك خلافات وهناك انشقاقات يعني الانشقاقات في مؤسسة الدينية هي نوعان نوع هي فعلا هناك رجال دين يخالفون خامني وتوجهاته ولا يعتبرون حتى ما رجع تقليد يعني الكعديد مثلا آية الله منتظري وغيرهم والكثير لا يعترفون بمرجعية خامني ويعتبرون ديكتاتور وتم قمع حتى الطهراني الذي هو أب المراد فريد وفريدة مراد الذين أيضا تم قمعهم واحترضوا رجال دين يعني من هذا النوع أنه يعتبرون خامني هو مستبد ولا يمثل المؤسسة الدينية والنوع الآخر الذي اعترض على النظام وقمع النظام هو خوفا على النظام وخوفا على أنفسهم لأنهم يقولون بهذا الإسلوب وبهذا القمع وبهذا السياسة سوف المواطنين يعني يقومون بثورة عارمة وبالتالي يسقط النظام إذن خوفا على النظام ويقومون بالتوجيه نقد أو نقد إصلاحي إن صح التعبير لكن بطبيعة الحال هناك انشقاقات في المؤسسة الدينية عند رجال الدين هناك رجال الدين كثير كثير منهم يعني أيضا حرموا من حقوقهم يعني من حق ارتداء الملابس أو الخطابة أو كان ذلك عن سبيل مثال محمد خاتمي هو بالأضافة إلى رئيس جمهورية هو رجل الدين لكن لا يستطيع أن يصعد على أي منبر ويتحدث لا في المجال الدياني ولا في الدين ولا في المجال السياسي إذن هناك أيضا الشقاقات واضحة ومعروفة ليس فقط في المؤسسة الدينية بل حتى في المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية لكن على مستوى أقل لأن المسؤولين الكبار في المؤسسة العسكرية يختارهم خامني مباشرة وهؤلاء من أكثر الناس أولاء للنظام الخامني بشكل خاص سوز حسن رادي البحث في الشأن الإيراني شكرا جزيلا سوز حسن وفيما يتعلق بمفاوضات الاتفاق النووي نقلت وكالة ماهر الإيرانية عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في برلمان إيران أبو الفضل عموئي قوله إن بلاده لا تنوي التراجع عن مطالبها في المفاوضات النووية وأشدد على أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن تحقيقه من جانب إيران لكن النتيجة تعتمد على واقعية الجانب الآخر وأضاف أن تحليل الأوروبيين للتطورات الداخلية الإيرانية غير دقيقة وروج لصورة خاطئة بأن طهران مستعد لتقديم تنازلات في ظل الاحتجاجات هذا وقبل ذلك أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون على وجود تحولات مرتقبة على الساحة الدولية ستؤدي لاستيناف محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران صحيفة هاريتس نقلت عن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين قولهم إن تل أبيب تنظر لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول موت الاتفاق النووي باعتبارها زلت لسان أكثر من كونها تصريحات ملزمة وأضاف المسؤولين الإسرائيليون أن القادة العسكريين الأمريكيين يؤيدون توقيع اتفاق نووي مع إيران واعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن دعم إيران للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو العقبة الأساسية أمام واشنطن للتوقيع على اتفاق نووي من بريس الباحثة السياسية لسيز ناصر زهير سيز ناصر أهلا بك نحن أمام توقع من قبل الإسرائيليين استئناف المفاوضات النووية مرة أخرى وإعادة إحياء هذا الاتفاق وأمام موقف إيراني يقول لن نقدم تنازلات وبالتالي ما بين الموقفين كيف يمكن رصد أو توقع ما يمكن أن تقول إليه إما التوقع الإسرائيلي أو النية الإيرانية في عدم العودة أو عدم تقديم تنازلات نعم تحياتي لك والفريق العمل والمشاهدين يعني الآن نحن في مسارات مختلفة من الاتفاق النووي لأنه كان لدينا حالة برود منذ عدة أسابيع فيما يتعلق في محاولة إعادة إحياء التفاق النووي من جديد وأتت مسألة المظاهرات وقمع إيران للمتظاهرين وأحكام الإعدام ونقطة مهمة هي اعتقال مواطنين أوروبيين أيضا كرهاء في إيران كما صرحت الخارجية الفرنسية وطالبت بإطلاق صراح مثلا المواطنين الفرنسيين الخمسة المعتقلين هناك أدى كل هذا إلى تعقيد الموقف في المفاوضات النووية ولكن قبل التصريح الإسرائيلي الذي يتوقع أن يكون هناك يعود إلى الاتفاق أيضا خرج تصريح يقول بأنهم جاهزين لضرب البرنامج النووي الإيراني عندما تحين حالة وقت الصفر أيضا نفس الأمر بالنسبة للتصريحات الأمريكية التي قالت بأن الخيار الدبلوماسي هو ليس الخيار الوحيد المطروح على الطاولة ولذلك أتى اجتماع الأردن عندما تحدث بوريل ووزير الخارجية الإيراني عبداللهيان لكي يكون هناك محاولة لأعادة إحياء هذا الاتفاق ولكن تصريحات أموري التي قال فيها بأنه تبقى نقطة واحدة أو بند واحد في الاتفاق أعتقد بأنها تجانب الواقع لأن هناك عديد من الملفات التي كانت تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي أولها مسألة إدراج الحرس ثوري أو رفعه من العقوبات النقطة الثانية ما يتعلق فيه التزام إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية حول المواقع الثلاثة التي وجد فيها آثار نووية وأعتقد أن هناك بند آخر أو نقطة أخرى ستضاف في المفاوضات إذا عدنا إلى طاولة المفاوضات هي مسألة الطائرات المسيرة الإيرانية والسياسات الإقليمية أو سياسات إيران التي تزعز على استقرار ليس في الإقليم فقط بل حول العالم لأن مسألة الطائرات المسيرة الإيرانية أصبحت تمس الأوروبيين بشكل واضح أو بشكل مباشر عندما وصلت إلى حدودهم في كييف حينما تسأل الأوروبيين يعني يؤكدون لك بشكل أو بآخر بأن الاتفاق مات الأمريكيون على لسان بايدن يقول يعني الاتفاق مات أو مات سريريا الوحيدين في المنطقة الإسرائيليين الذين دائما يقولون الاتفاق سيعاد إحياءه مرة أخرى وهنا أسأل ما تلك المصلحة الإسرائيلية في استمرار الترويج لفكرة أن الاتفاق سيعود مرة أخرى أو أنه لم يمت؟ يعني المصلحة الإسرائيلية أعتقد في إطار آخر هي أن يكون هناك دفع لأن يكون أو أن يعطى فرصة لإيران للتنازل أكثر فيما يتعلق في المفاوضات النووية لأنه مسألة موت الاتفاق النووي يعني بأنه لا خيار آخر سوى توجيه ضربة عسكرية لبرنامج النووي الإيراني وإذا ما قارنت المواقف الإسرائيلية التي كانت ترفض الاتفاق القديم مثلا والتي كانت ترفض حتى الاتفاق الجديد الذي تم توصل إليه في مسودة بوريل هي لا تريد أن تعطي موقف واضح يعني بمعنى أنها تريد أن تقول بأن الاتفاق يجب أن يكون هناك مفاوضات للحصول على أكبر قدر من التنازلات من إيران ولكن أيضا وهذه نقطة مهمة دائما تخرج من الإسرائيليين في تصريحاتهم أنهم لن يلتزموا بأي اتفاق تقوم إدارة بايدن بإبرامه تصريحات الإيرانيين والأوروبيين والأمريكيين حول موت الاتفاق من عدمه أنا أعتقد دائما بأنها تصريحات دبلوماسية فقط لأنه سمعنا من هذه التصريحات الكثير ثم نعود إلى مفاوضات فيينا ثم نقول بأننا قريبين بعد أسبوع أو أيام سيتم التوقيع ثم أيضا يتم إعاقة الاتفاق يعني لا يمكن البناء على التصريحات الأمريكية والأوروبية أو حتى الإيرانية فيما يتعلق في مسألة موت الاتفاق أو الذهاب أو العودة إلى المفاوضات يعني تتوقع أن يعد حياء بالشكل الذي تم التوصل إليه مؤخرا أن لا أتوقع ذلك لأنه يجب أن يتم التفاوض حول عدة نقاط النقطة الأساسية الآن التي يجب التفاوض حولها هي مسألة لأننا انتهينا من مسألة إدراج الحرس ثوري على قوائم الإرهاب الآن هي نقطة تعاون إيران مع الوكالة الدولية حول المواقع الثلاثة التي وجدت فيها أثار يورانيوم أيضا وهذه نقطة قد تضاف في بندين إما أن تناقش في الاتفاق مباشرة أو أن يبقى جزء من العقوبات لا ترفع كامل العقوبات إلى أن يتم التوصل لاتفاق حول سياسات إيران الإقليمية وبرنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة أو الأنشطة التي تقوم بها إيران لزعزعة الاستقرار في صيغة الاتفاق القديم الأمر مستبعد أن نعود إلى أحيان الاتفاق بهذه الحالة لأنه لا يوجد لا حماس أوروبي ولا حماس أمريكي للذهاب إلى المفاوضات بل على العكس الإيرانيين الآن هم من يتحدثون بأنه هناك إمكانية لعودة إلى المفاوضات ويجب أن نعود إلى المفاوضات على عكس الأوروبيين والأمريكيين الذين كانوا في السابق هم من يدفعون إلى المفاوضات الآن قلبت المعادلة لأن إيران وضعت في الزاوية نوعا ما إصرار الإسرائيليين على الترويج لفكرة الاتفاق قائم هل يعطي مبرر بأننا قد نكون على وشك عمليات تصعيدية عسكرية إسرائيلية ضد إيران الفترة القادمة؟ هذا ممكن ولكن في الإطار الآخر إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة تفضل أن يكون هناك ضربات جراحية للاتفاق أو للبرنامج النووي بمعنى عمليات كالعمليات التي تم القيام بها في السنوات الماضية سواء كان هجمات سبرانية على المفاعلات النووية سواء كان اغتيال علماء سواء كان ما يتعلق في بعض التفجيرات المحدودة التي تعيغ تقدم البرنامج النووي لأنه بحسب التصريحات الاستخباراتية الأمريكية وحتى الإسرائيلية والأوروبية تم تأخير البرنامج النووي نوعا ما أيضا هناك نقطة مهمة نحن الآن على أعتاب عام 23 والاتفاق في صغته القديمة أو حتى المعدلة هو ينتهي في عام 25 نحن نتحدث عن عامين فقط وهذه العامين لا أعتقد بأنهم مهمين في اتخاذ القرار النهائي ماذا بعد عام 25 كيف سيكون الأمر إذا كان هناك محاولة لإعادة الاتفاق أو إعادة التفاوض فيجب أن نتفاوض من الآن لأننا نتحدث عن عامين فقط أو إذا كان الهدف هو توجيه ضربة عسكرية فيمكن الإعداد لها بشراء الوقت نوعا ما نقطة مهمة وتغيب على الجميع وهو فكرة عمر الاتفاق عمر الاتفاق عشر سنوات يعني ما فائدة أن يعود اتفاق لمدة عام وتنتهي مدته أو يعود في شكل أو زمني جديد ربما إن عادي يعني هذا هو التصور سيد ناصر زهير أنا بشكرك شكرا جزيلا لك بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه إحالة ثلاثة عشر قاضيا ممن أعفاه من رئيس التونسي سابقا إلى محكمة الإرهاب أسقطت القوات الحكومية أيضا العائلات من التوجه إلى حضار لفعل نتهم ميليشيا الحوثي بقتل هؤلاء الضحايا صنع القرى لا يتم في صنعاء ولا في صعداء هل فعلا المجتمع اليمني على وشك ثورة ضد هذه الميليشيات؟ ما يحدث الآن من قبل الحوثيين هذه رسالة موجهة للمجتمع الدولي ميليشيا الحوثية تحاول الضغط على الحكومة اليمنية للقبول بشروطها التعجيزية لتمديد الهدنة هذا ما يستطيعون فعله مع هذه الميليشيا الانقلابية عبدوا التريدة إطالة أمد الصراح لسنا مستعدين أن نجد الأبناءنا إلى المدارس لكي تدرسهم ميليشيا الحوثي ثقافة السيد لن تكون هناك ثورة إلا من داخل صنعاء نحن في تعز نعيش عالمنا الهلع ميليشيات لا تختلف في سلوكها عن جماعات أخرى صنفة إرهابية لماذا الميليشيات الحوثية لا؟ في صمت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار لانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل محظة ترسم مشهدا تشكل خبرا تصنع حدثا إلى تونس هذه المرة استبعد بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في مقابلة مع الحدث استبعد اشتراك الأحزاب السياسية في المبادرة التي تعتزم المنظمات الوطنية إطلاقها لإخراج البلاد من أزمتها مشيرا إلى أن الأحزاب غير معنية بالمشاركة في مبادرة الإنقاذ التي يجري التشاور بخصوصها بين منظمته والتحاد الشغل وعمادة المحامين مبينا أن هذه المبادرة قد تتحول لاحقا إلى حوار وطني يضم طيفا واسعا من منظمات المجتمع المدني أفدت يومية الصباح أنه جرى إحالة ثلاثة عشر قاضيا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية تهم تتعلق بجرائم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي مشيرة إلى أن هؤلاء القضاء هم من بين سبعة وخمسين قاضيا أعفاهم الرئيس قيس سعيد من مهامهم في وقت سابق وأكدت الصباح أن المجلس الأعلى للقضاء سينظر في الرابع والعشرين من الشهر المقبل في مطالب رفع الحصانة عن هؤلاء القضاء قبل مثولهم أمام قطب مكافحة الإرهاب من العاصمة التونسية الإعلامي والمحلل السياسي لسوز باسل ترجمان وسوز باسل أهلا بك في نقطة نريد أن نفهمها منك يعني الرئيس أصدر قرار أو أمر إعفاء لسبعة وخمسين المحكمة الإدارية سوز باسل أوقفت حكم الرئيس فيما يخص سبعة واربعين يعني إحنا أمام عشر قضاء موقفين بالموافقة ما بين قرار الرئيس والمحكمة الإدارية القرار الأخير بالإحالة تلتاشر قاضي يعني في حوالي ثلاث قضاء لا مشمولين من هنا ولا من هناك أسألك عن تفاصيل هؤلاء الثلاثة عشر قاضيا مساء الخير أهلا وسأل في البداية قرار المحكمة الإدارية هو ليس قرارا ملزما للدولة لأننا نعلم جيدا أن في تونس قرارات المحكمة الإدارية التي تنقض فيها قرارات الوزارات أو القرارات الرئاسية أو قرارات إعفاء الموظفين ليست قرارات ملزمة بالعمل وشاهدنا ذلك بكل وضوح عندما قامت حركة النهضة في 2011 بعزل مئات ضباط الأمن وعزل مئات القضاء تسكوا للمحكمة الإدارية وأخذوا قرارات ولم يعودوا إلا بعد أن دخل إلى يوم الناس هذا كثير منهم لم يعود إلى مواقع عمله وبالتالي قرارات المحكمة الإدارية هي تدخل في نطاق البحث الإداري وليس ما وراء ذلك من قضايا الإعفاء ما جرى اليوم حول إحالة 13 قاضيا ممن سبق إعفاءهم إلى قطب الإرهاب للتحقيق معهم بقضية خطيرة يعكس أن هناك نجاح بدأ يتحقق رويدا رويدا في تونس في مجال تفقيق المنظومة الراعية والحامية والضامنة لعدم كشف الجرائم الإرهابية في تونس نعلم جيدا أنه منذ بداية 2011 كان هناك عمليا تشكيل وفاق عصابي غير معلن عنه ولكنه متجسد قام بتفكيك القضايا الإرهابية التي تعرض في ملف اغتيال شكري بالعيد ومحمد دبراهمي في ملف الجرائم الإرهابية التي جرت في تونس وراح ضحيتها ما يقارب 400 شخص بين مدني وعسكري في عمليات إرهابية أشهرها جريمة بن جردان الإرهابية والهجوم الإرهابي لداعش عليها في 7 مارس 2016 وبالتالي اليوم هذا التفكيك وهذه الدعوة ليس لها علاقة لا بتصفية حسابات ولا بانتقام منقضات ولا بتوجيه اتهامات باطلة لهم هي عبارة عن مجرى بدأ يتجسد في تفكيك أولا ما سمي بجهاز التسفير وشاهدنا أن إيقاف السيد علي العريض نائب رئيس حركة النهضة ووزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة في هذا الملف إضافة لعدد من الأمنيين الذين توجهت لهم اتهامات بالتورط في هذا الملف واليوم تسير الأمور باتجاه خطوة أخرى في الكشف عن كيف تم تفكيك وتعطيل وتورط القضاء إن صح التعبير أو بعض القضاء في منع كشف حقيقة الجرائم الإرهابية وتعطيل سير العدالة ومنع كشف كل هذه الحقائق التي تعلقت بجماعات إرهابية ارتكبت جرائم كبيرة بحق الشعب التونسي هل يمكن اعتبار 13 قاضي كلهم لديهم انتماءات إخوانية مثلا ونهضوية لأن بعض الأراء التي لم تخرج لا من النهضة ولا من الإخوان في تونس تقول أنها تصفية حسابات وبالتالي أنا أسألك أنت أعلم من الحالة التونسية ما الذي يحدث فيها يعني يعني أولا توجيه الاتهام لهم بمثل هكذا ملف خطير لا يعقل أن يكون عبارة عن جزء من تصفية حسابات تصفية الحسابات كانت يمكن أن تتم في قضايا لأن هذه القضايا ستكون قضايا مثيرة جدا للرأي العام وسيتابعها الجميع من داخل تونس ومن خارج تونس لأنها تشكل سابقة في أن توجهها لثلاث عشر قاض تهم بالتورط بمثل هكذا جرائم إرهابية وتشكيل وفاق عصابي وكل ما تبعه وبالتالي ليست القضية قضية أنه من النهضة وغير النهضة أو أنها تصفية حسابات بقدر ما هي قضية تهموا كشف حقائق بقيت مخفية وتم التورط في إخفائها عن قصد من أجل منع تحقيق العدالة آخر هذه القضايا على سبيل الذكر للحصل أن هناك 27 سيدي قرص مضغوط في ملف اغتيال شكري بالعيد فقدت من داخل المحكمة هل يعقل أن ملف بهذا الحجم وبهذه الأهمية وبهذه الخطورة سرقت أجهزة كومبيوتر كانت تابعة لإرهابيين واختفت ولم يعلم أحد شيئا عنها سرقت وثائق وسرقت أدلة في كل هذه الملفات واختفت واندسرت ضمن ماذا؟ هل هذا سبحان الله في ملف الاغتيالات وملف الإرهاب تفقد وفي باقي الملفات داخل المحكمة لا يفقد شيء؟ وبالتالي كاد المريب أن يقول خذوني وبدأت تتكشف الكثير من الحقائق في هذه الملفات داخل التونس المجلس الأعلى للقضاء أو السلطة الأعلى للقضاء في تونس موقفها؟ ما هو موقفها الآن بعد هذه الأحالات؟ أولا المجلس الأعلى للقضاء وجهت له نيابة قطب الإرهاب طلبا برفع الحصان عن هؤلاء القضاء وذلك احتراما لدور المجلس ولأهميته ولقيمته المعنوية على كل القضاء لأن القاضي قطب الإرهاب هو أيضا يخضع للمجلس الأعلى للقضاء وبالتالي هي قضية لها علاقة المجلس سينظر لأن المجلس سينظر من ناحية الشكل والمضمون في هذا الملف وسيجيب القاضي خلال اجتماعه وبالتالي من الصعب توقع ماذا سيكون الرد ولكن جرت العادة في تونس سواء بالنسبة لعمادة المحامين أو للمجلس الأعلى للقضاء أن يكون هناك موافقة من أجل أن يكون هناك مساواف العدالة من كل أبناء تونس أمام القضاء وليس لأن هناك قاضي فهو فوق القانون أو لأن هناك محامي فلا يتم إحالته أمام القضاء من أجل أن يحاسب حول ما وجهت له من اتهامات وليس اتهامه بأنه تورط وتحميله مسؤولية قبل أصدار الحكم عليه سوز باسل ترجمان شكرا جزيلا لك سوز باسل بعد الفاصل إلى أنوان جديد وفيه حراك لإحياء الثورة ضد النظام الأسد سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء مستحبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم أكثر الأخبار تعقيدا تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة ومن الاستعانة بالخبراء والمختصين مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهما ستوديو الحدث يوميا التاسعة صباحا بطاقية جرينيتش على شاشة الحدث الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصاري دول لأنه لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه يعاني سكان الأحياء الشمالية في مدينة حلب في سوريا من نقص حاد في الغذاء والدواء بسبب حصار تفرضه قوات النظام ويقول سكان هذه الأحياء أنهم يعانون من الإجراءات المعقدة التي يفرضها جيش النظام على الحواجز عند مداخل مناطقهم مما تسبب في نقص الوقود والأدوية وارتفاع كبير في الأسعار لا تستطيع التعاوش معه الأسر الفقيرة وأضاف السكان أن نحو 300 ألف نازح يعيشون في هذه الأحياء بعضهم فروا من مدينة عفرين بعد سيطرة فصائل مسلحة موالية لتركيا عليها عام 2018 في هذه الأثناء كشفت وكالة أنباء ثقة أن عناصر حوثية وصلوا إلى غرب مدينة دير الزور السورية برفقة قادة من الميليشيات الإيرانية الوكالة السورية نقلت مصادرها بأن العناصر الحوثية تلقوا تدريبات على الطائرات الإيرانية المفخخة في بادية الحمدان بمدينة البوكامال في وقت سابق وأكدت المصادر أنها انتشرت العناصر الحوثية المدربة على مجموعات في مواقع عسكرية للميليشيات الإيرانية في أطراف مدينة دير الزور السورية وأفدت المصادر بأن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني نقلت كميات من الأسلحة عبر شاحنات مغلقة إلى مستودعات تخزين عسكرية في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي من كونفنتري البريطانية نضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري الحقيق الإنسان رامي أهلا بك رامي وصول العناصر الحوثية هل التدريب فقط برفقة قادة من ميليشيات إيران في غرب دير الزور؟ وهل انتقلوا إلى مدن أخرى أم دير الزور فقط؟ يعني هم أعداد أولا مساء الخير دعنا نقول بأنهم ليسوا بالأعداد الكبيرة هم يعني يخضعون لدورات تدريب داخل الأراضي السورية ولكن بالنسبة لانتقالهم من منطقة ودير الزور وغرب دير الزور هم تواجدين في الأساس في جنوب دمشق قرب مطارات جرعية وسترعية حزب الله وأيضا في منطقة تدمر في مطار تدمر يتدربون على الطائرات المسيرة هم قد يكونون دخلوا من العراق وهذا الأمر يعود للدولة العراقية ولكن بالنهاية تواجدهم هو في المنطقة الوسطى وفي جنوب دمشق وليسوا بالأعداد الكبيرة ولكن يعيد لنا موضوع الطائرات المسيرة الإيرانية التي باتت تدرب عليها من ليس قوات الجيش العربي السوري بينهم الزورجين فقط الميليشيات الوالي لإيران هي التي تدرب عليها من حسيين والنجباء العراقيين وحزب الله لبناني وفاطميون ووائل آخرين ولكن من يدربهم؟ الحرس السوري الإيراني وحزب الله لبناني الذي الآن هو قائد في الأراضي السورية تفضل يعني العناصر الحوثية جاءت فقط للتدريب على المسيرات ليس أكثر فقط فقط لا ليس للمشاركة لأن إيران ليست بحاجة إلى العناصر الحوثيين داخل الأراضي السورية هي لديها أعداد كافية وكافية جدا يعني قد نقول بأنهم جاءوا كمدربين ليتدربوا ويأخذوا خبر على الطائرات المسيرة وبعد ذلك يعودون لليمن ليس للمشاركة داخل الأراضي السورية في عمليات تابعة لإيران وحزب الله لأن أعدادهم يعني رشقنا تقريب مفصل قبل أيام ونشر عبر الحدث هناك أعداد ضخمة للإيرانيين داخل الأراضي السورية هم ليسوا بحاجة إلى عديد من اليمن قد يأتي إلى سوريا لمشاركة إيران بعملياتها هو يأتي على حزب الله تفضل رمي أسألك على بعض كان يقول أن هناك شهد تراجع للميليشيات الإيرانية في سوريا في مناطقها طبعا على الأطلاق نعم نعم على الأطلاق ونحن قبل دقائق لشاركة تقرير هناك امتعاد كبير أنا أتحدث اليوم حقيقة أمر مع لواء في قوات النظام من ريف طرطوس قال يعني نحن من لم يعد لنا قيمها حزب الله يتحكم بكل شيء لا نستطيع إيقاف عناصر حزب الله على أحد الحواجز الإيرانيين موجودين باطميون الأفغان داخل قوات الجيش العربي السوري هناك امتعاد من قوات النظام من ضباط في النظام ليس جميع ضباط النظام لا نتحدث عن نزيلة أحمد المظاهرات ليس جميع ضباط النظام أو الجيش العربي السوري هم التمدد الإيراني داخل الأراضي السورية هناك الكثير منهم مع الحاضرة العربية ولكن على ما يبدو إيران تعلم كيف تلعب داخل التراب السوري كيف تسمح لحزب الله أن ينتشر في بعض البلاطق في جنوب سوريا وينشئ مستعمرة في جنوب دمشق تحت مسمى حماية المراقب الدينية ومستعمرة إيرانية أخرى في شرق سوريا يعني في تزمر من قادة الجيش السوري العربي من وجود هكذا قوة لهذه الميليشيات نعم 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 أنا تحدثت شخصيا مع لواء في الجيش العربي السوري دون أن نستر في أي قطع وهو من الطائفة العلوية وقال يعني نحن في بعض القطعات ليس لدينا وقود ليس لدينا كهرباء ونشاهد بالقرب منها حزب الله والإيرانيين لديهم الوقود والكهرباء وكل شيء شكرا كرامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي شكرا جزيلا لك أطلق ناشطون سوريون في الداخل والخارج دعوات لاستعادة الثورة والاحتجاج ضد النظام بشار الأسد عبر هاشتاغ انتفضوا لنعيد سيرتها الأولى وتتزامن هذه الدعوات مع احتجاجات تشهدها مدينة سويداء جنوب البلاد وأخرى في درعة منذ أسابيع قبل أن تمتد الدعوة إلى انتفاضة في عموم البلاد ويشكل الحراك السلمي في السويداء ودرع حالة استثنائية في المناطق القاضعة لسيطرة النظام السوري التي نادرا ما تخرج فيها مظاهرات شعبية بسبب القبضة الأمنية المشددة هناك انتفضوا لنعيد سيرتها الأولى هاشتاغ أطلقه ناشطون سوريون دعوا من خلاله إلى إحياء الثورة السورية واستعادتها عامر عبد الرزاق قال في تغريدة إن الخوف لن يستمر لدى السوريين بعد أن أصبح الموت في نظرهم أفضل من هذا الجحيم في إشارة إلى الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها السوريون في مقال عبد الرحمن نجار إن الوقت قد حان للانتفاض في وجه النظام المجرم والظالم وكتب عامر إن النور الذي انبثق من الثورة السورية لن ينطفئ الناصطة ياسمين دعت جميع الأحرار داخل مناطق سيطرة نظام الأسد وخارجها للمشاركة في أوسع نطاق أما أغيد فتحدث عن الوضع المعيشي السيء وعن فقدان المحروقات وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين ودعى سهيب في تغريدة إلى الثورة على الطغيان والحرمان محمد عبد القادر رفض تسمية سوريا الأسد وطالب بسوريا العظيمة داعيا إلى الانتفاضة من عمان الناصط والمحلل السياسي السوري أستاذ أحمد المسلم أستاذ أحمد أهلا بك هل تنجح هذه الدعوة؟ الخير نعم هذه الدعوات نجحت نجحت بكل ما تعنيه الكلمة الآن هناك حشود تذهب إلى الساحة الرئيسية في مدينة إدلب ساحة السبع بحرات للمشاركة في هذه المظاهرات التي تم الدعوة إليها في الساعة الرابعة من بعد عصر هذا اليوم وبدأت ودخلت في هذا التوقيت تحت عنوان انتفضوا لنعيد سيرتها الأولى هناك هاشتاغ يجتاح الوسائل التواصل الاجتماعي ومن هنا عبر هذا المنبر الكبير ندعو كوفة السوريين الموجودين في الداخل وفي الخارج للمشاركة بهذه المظاهرات لنعيد سيرتها الأولى هذه الثورة التي ستستمر بإذن الله تعالى حتى أسقاط هذا النظام المظاهرات التي خرجت في السويداء وتبعتها مدينة الدرعاء عادت الحياة إلى الثوار عادت الحياة إلى المتظاهرين وإلى الشغف الثوري وإلى الهتافات التي تطالب بإسقاط النظام والآن هناك رفع للمطالبات بهذه المظاهرات وصلت إلى طرد إيران من الجنوب السوري هذا كذا طلبت المظاهرات بعد أن كانت تطالب بالمعتقلين وإسقاط النظام والآن هناك طرد لإيران المظاهرات خرجت من رحم الوضع الاقتصادي السيء والوضع الاجتماعي الذي يسوء أكثر وأكثر والقبضة الأمنية الكبيرة وبعد مصالحات ومهدنات قام بها في الجنوب وفي الشمال وفي كل الأنحاء السورية وما تزال القبضة الأمنية مستمرة والآن هذه المظاهرات استمرت لها أكثر من أسبوع بشكل شبه يومي وتزداد كل يوم عن اليوم الآخر وترتفع الهتافات وتعلو ويتم رفع علم النظام بكل قوة لكن الشعب أرهق علم الثورة بكل قوة فوق رؤوس النظام نعم الشعب أرهق يعني هكذا كتب البعض اليوم تعليقا على هذا الهاشتاغ لنعيد سيرتها الأولى يقولون الشعب أرهق إما بقي وأرهق وإما بقي ومات وإما هاجر وبالتالي لا يمكن أن يتكرر سيناريو 2011 مرة أخرى في ظل عشرة عوام من القتل والدماء التي سالت لم يبقى شيء يخسره السوريين البحر أكل من أرواحهم الأرض أكلت من أرواحهم البراميل أكلت من أرواحهم الجميع أكل من أرواح السوريين ولن يبقى شيء يخسره الآن الموجودين في الداخل السوري هم الذين لم يستطيعوا الخروج من سوريا ولم يستطيعوا يقدموا أي شيء لأبنائهم في هذه الثورة وعادة هذه الثورة وسيرتها الأولى هي المنفذ الوحيد للتخلص من القبضة الأمنية التخلص من التجبر الإيراني والتشيع الإيراني على الشباب وجبارهم على التشيع مقابل فرض عدم القبضة الأمنية على الشباب وعدم الذهاب إلى الخدمة العسكرية الملاحقات الأمنية الاعتقالات الإفراج عن المعتقلين كل هذه الأمور أدت إلى خروج هذه المظاهرات وأيضا السطوة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المناطق اليوم سعر الدولار وصل أكثر من 7000 ليرة سورية مما يعني أن هناك ارتفاع كبير للأسعار وهناك محروقات غير متوفرة وغاز غير متوفر والكهرباء غير متوفرة والمياه غير مولودة الحياة بدائية جدا في سوريا النظام يتعامل مع الأهالي كأنهم سكان بعد سيطرة طويلة منذ عام 2018 إلى الآن هناك ازدياد بحالات الاعتقال هناك ازدياد ملحوظ وكبير جدا بحالات الاغتيال وتفشي آفة المخدرات بالإضافة إلى القبضة الأمنية السيئة سيد أحمد لو نفترض أنها استمرت هل ستكون فقط في المناطق التي سيطر عليها النظام؟ ستكون هناك في مناطق خارج عن سيطرة النظام كما سيحصل أو يحصل الآن في شمال غرب سوريا والدعوات ليست فقط في الأراضي التي سيطر عليها النظام هناك دعوات لخارج السيطرة التي في إدلب وريف إدلب ومحيط ريف إدلب وهذه المناطق أيضا هناك دعوات للخروج في البلدان المجاورة وأيضا الدول الأوروبي وكل الدول وكأين يتواجد السوريين وهذه الدعوة للجميع للخروج أمام سفارات روسيا وإيران المتواجدة وأمام منظمات الأمم المتحدة ومقراتها للخروج بهذه الثورة ورفع علم النظام ورفع هاشتاغ لنعيد سيرتها الأولى حتى الآن تعامل النظام؟ البعض يقول لم يكترث النظام قام بقمع المظاهرات في السويداء وقام بإطلاق النار وهناك قتيل كان في مظاهرات السويداء ومن بعدها ازدادت رقعة المظاهرات والمطالبات في السويداء إذا نظرنا إلى مدينة الجاسم منذ يومين عندما خرجت المظاهرة وذهبت باتجاه أحد مقرات قوات النظام الموجودة في مدينة الجاسم شمال ريف درعا قامت قوات النظام بإطلاق النار فتفرق المتظاهرون كان عددهم بالمئات وبعد أقل من نصف ساعة كان العدد أكثر من ألفين من المتظاهرين الرافعين علم الثورة وذهبوا إلى هذا المقر ورفعوا علم الثورة هذا يدل على أن هناك إصرار للقيام بهذه المظاهرات النظام سيقمع نعم سيقمع ونحن تعودنا على هذا القمع هناك آلاف مؤلفة من الشهداء ومن الجرحى والمفقودين والمعتقلين ولم تتوقف هذه الثورة والآن ستعيد سيرتها الأولى سيد أحمد بماذا تبرر ليست هناك صور أو فيديوهات من المشاهد التي تحكي لنا عنها لم تصلنا حتى تصوير بالموبايلات أو الهواتف النقالة شيء من هذا القبيل بماذا تبرر ذلك؟ هناك الكثير من الصور التي كانت في السويداء وجنوب سوريا وكانت على نطاق ضيق وكانت موجودة هذه الصور أما الآن في مدينة إدلب إلى هذه اللحظة قد يكون لم يتم رفع هذه الصور إلى هذه اللحظة ولكن هناك صور ومقاطع فيديو الخوف الكبير من الأهالي في الداخل السوري من الخلايا النائمة التي زرعها النظام بين المدنيين لمنع التصوير والإخبار عن الذين يقومون بالتصوير والذين يقومون برفع هذه المقاطع ومصيرهم القتل والموت والاختيالات هذا نوع من أنواع الخوف والرعب الذي يعيشوا الناشطين في الداخل أنا أشكرك سيد أحمد المسلم المحلل السياسي والناشط شكرا جزيلا لك انطلقت مبادرة تسمى فري نايل عام 2018 بهدف جمع المخلفات من مجرى النيل وفتحت بابا جديدا للرزق للصيادين المصريين في محاولة للحفاظ على المظهر الحضاري للنهر يجدف هذا الصياد المصري في وسط مياه نهر النيل في مستهل رحلة لم تعد فيها الأسماك صيدا ثمينا فحسب فكل ما يلتقط من النهر باب رزقا جديدا حتى ولو كانت بعض القوارير البلاستيكية التي تطف على السطح كهذه مبادرة ليست جديدة حيث أطلقت عام 2018 واستمرت حتى يومنا هذا تفتح بابا رزقا آخر للصيادين وتسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للنهر عبر تنظيف مجراه من المخلفات البلاستيكية وتوعية الناس بخطورة هذه المخلفات الله الشركة مفيدة مفيدة لأنهم زوداننا الدخل وبرضو السمك في النيل احنا صيادين والسمك في النيل جل جل من الجزاز اللي كان بيبوا مرمي في النيل يمين وشمال وعالجناب فبرضو السمك جل وبرضو مفيد ان احنا بننظف النيل فاري نايل هو مجموعة من الناس اما يعني احنا بالصيادين والسيدات كلنا على بعض ممكن نوصل لغاية 100 لكن احنا بنخدم او بنحافظ عن النيل لـ 100 مليون وعايزين ننشر الوعي عشان كل المصريين يكونوا معانا في فاري نايل بس اينما كانوا في المحافظات يكونوا جزء من فاري نايل حتى بروحهم واستهلاكهم اليوم يقل ويلمس بالا من النيل لو شفوها وعكذا يسلم الصيادون كل هذه المخلفات البلاستيكية الى مركز متخصص لاعادة تدويرها ويقوم باعطائهم مبلغا معينا من المال مقابل كل كيلو جرام واحد من المخلفات التي تسمم النهر وكائناته الحية وتتراوح المخلفات بين عشرة اطنان واثنين عشرة في الشهر الواحد في الصيف مقارنة مع نحو سبعة اطنان في كل شهر من اشهر الشتاء المشروع زود الدخل للصيادين السمك تقريبا عددهم 65 صياد سمك دلوقتي بيجمع المخلفات وبيستفيدوا ماديا واقتصاديا من سعر البلاستيك اللي احنا بندي عدد هذه القوارب بحصاد اليوم من البلاستيك الضار في محاولة لان تبقى صورة النيل براقة كما تبدو بعدسات الكاميرات من بعيد الا العنوين رغم القمع المفرط واحكام الاعدام تقارير تؤكد ان حركة الاحتجاج في ايران مصممة على اسقاط النظام احالة ثلاثة عشر قاضيا اقالهم الرئيس التونسي الى محكمة مكافحة الارهاب بتهم التآمر على الدولة وتشكيل وفاق الارهابي انتفضوا لنعيد سيرتها الاولى ناشطون سوريون يطلقون حملة لاحياء الثورة ضد نظام بشار الاسد تات هذه الساعة عدوا التقي بكم بعد الساعة من الان الى اللقاء اشتركوا في القناة